أود أن أرحب بكم جميعاً في مصر التي أود أن تعتبروها جميعاً بلداً ثانياً لكم يسعده استضافتكم ويرحب بتواجدكم على أراضيه ويهتم بالعمل معكم من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات إننا نجتمع معاً اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحة وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 الذي ينعقد في دورتها الحالية بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر والتي تتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مؤتية للحياة والعمل والنمو دون إدرار بموارد عالمنا التي يتعين العمل على تنميتها والثمارها واجعلها أكثر استدامة إن الملايين اليوم ترجمة نانسي قنقر